يوم الظهور يوم قيامة ويوم الرجعة يوم قيامة يوم الظهور القيامة الصغرى ويوم الرجعة القيامة الوسطى وهناك القيامة الكبرى هذا الكلام ليس من عندي فمصطلح القيامة في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم جاء في يوم القائم صلوات الله علي هذا العنوان عنوان القيامة بحسب تفسيرهم لقرآنهم جاء عنواناً ليوم الظهور وجاء عنواناً ليوم الرجعة وجاء عنواناً ليوم الدين ليوم القيامة الكبرى فحينما يحين الظهور فإن الذين لم يكن قد حققوا الإيمان في عقولهم وفي قلوبهم ولم يكن قد بادروا للعمل باتجاه تمهيد البلاد والعباد بحسب الاستطاعة حتى لو كان التمهيد بحدود نفس الإنسان بحدود نفسه فقط بحدود ما يستطيع أن يتحرك فإن الإنسان إذا لم يكن قد حقق الإيمان في عقله وفي قلبه وفي أسلوب حياته ولم يكن قد تحرك ممهداً ولو بحدود نفسه لا يستطيع أن يكون جزءاً من المشروع المهدوي الأعظم وحينئذ سيندم ندماً عظيماً بالضبط الحال هو هو في مرحلة الرجعة والحال هو هو في القيامة الكبرى والحال هو هو حينما يموت الإنسان زمان الغيبة وبعد الموت تتكشف له الحقائق ما إن تخرج روحه من جسده تبدأ الحقائق تتكشف له شيئاً فشيئاً يتمنى أنه يعود للحياة مرة أخرى لكنه ليه استطيع انتهت الفرصة دق الجرس كما يقول المعلم للتلاميذ في المدرسة انتهت الفرصة دق الجرس بدأ الامتحان بدأ ما كان يخافه التلاميذ حينما يموته الإنسان لا يستطيع أن يعود مرة أخرى كي يصحح تجربته السابقة فالإنسان له روح واحدة عليه أن يسعى في هذه الفرصة المتوفرة أن يحصل ولو شيئاً يسيراً من المادة الغالية الثمن التي سيحتاجها بعد الموت خدمة صاحب العمر التي يقول عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لخدمته أيام حياتي أية مادة ثمينة هذه المادة وأي لغز فيها هذا الذي يجعل جعفر بن محمد أن يقول هذه الكلمة لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي أية مادة ثمينة هذه هذا هو الذي أحدثكم عنه طيلة الوقت ماذا أقول لكم صدقوني فإنني لا أعلم هل ستصدقون ني أو لا إنني أحدثكم من وحي معلومات صحيحة هذه المعلومات أخذتها من محمد وأهل محمد ومن وحي تجربة ومعاناة دينية لأنني عانقت الدين منذ صباي منذ نعومة أغفاري عانقت الدين والبيئة الدينية منذ بدايات حياتي ومن وحي تجربة حياة كثرت فيها الأخطاء والإضطرابات وكثر فيها التنقل في أرض الله وبين خلق الله وتنوعت فيها الثقافات التي لامستها واطلعت عليها وصارت جزءا في تكوين شخصيتي من وحي كل ذلك وغيره وحق الحسين وحق الحسين الذي هو الحسين ما وجدت شيئا له قيمة ما وجدت شيئا يستحق أن أهتم به إلا ما كان مرتبطا بخدمة الحجة ابن الحسن هذه هي المادة الثمينة التي يمكنني أن أكون حريصا عليها كي أأخذ شيئا منها معي إلى قبري هذه المادة المنجية هذا هو الإكسير العجيب الآية تتحدث عن هذه الحقيقة يوم يأتي بعض آيات ربك هذا إذا أدركنا الظهور وإذا لم ندرك الظهور وسبق إلينا الأجل قطعا سنرى إمام زماننا عند موتنا لكن بأي حالة سنرى هل سيبشرنا هل سيكون غاضبا ساخطا علينا بأي حالة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لا أدري كيف أنقل لكم عمق الفكرة في رأسي وحرارتها في قلبي من أنه ليس هناك من شيء نافع في هذه الحياة إلا هذه المادة أتحدث عن المادة الثمينة الغاليهة جدا إنها خدمة قائم آل محمد عبر التمهيد لمشروعه الأعظم الذي مضمونه ثأر الحسين لا أتحدث عن ثأر عشائري ولا عن ثأر شخصي ولا عن ثأر عاطفي أتحدث عن الثأر الذي حدثتكم عن مضامينه في الحلقات المتقدمة من هذه المجموعة من مجموعة الحلقات هذه التي عنوانها هذا هو الحسين نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر